محافظة صلاح الدين يقضيتها ونواحيها وقراها مترامية الأطراف ولا يخلو معظمها من خطورة الأرهاب لذا فقد شدد أبناؤها على ضرورة توفير الحماية الكافية للطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخاب داعنا إلى تجاوز الأخطاء التي كانت تحدث سابقا من ضغط أو ابتزاز على الناخب محافظة صلاح الدين بها أقضية ونواحي وقصبات بعيدة تكون الوحدة في قرى نائية فنحن نطالب الحكومة أن تحميها من عدة أمور من الهجمات الإرهابية تحميها من التزوير اليوم نريد المواطن من يروح يدلب صوته يدلب صوته مضطمن في السنوات السابقة حصل ضغوط على المواطن بانتخاب جهة سياسية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة أكدت جهوزية الخطط والخطط البديلة لأي طارئ وكذلك الاستعداد الأمنية واللوجستية لدعم كافة المراكز المنتشرة في عموم المحافظة أكملت المفوضية في صلاح الدين كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية وتهيات جميع مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم المحافظة البالغ عددها 312 مركز اقتراع طبيعة جغرافية وظرف أمني حتى ما على الجهات المعنية بأمن وسلامة مراكز الاقتراع توفير الأجواء الأمنية التي تحقق مشاركة فاعلة وتصويت نزيها يوم الانتخابات حماية المراكز الانتخابية من الخروقات الأمنية ومن الضغوطات على الناخب لا سيما في مناطق مثل محافظة صلاح الدين مطلب دعا إليه أبناء المحافظة وأكدوا عليه قبل يوم الاقتراع من صلاح الدين في رأس الحسن أتصغير